سؤال بين قوسين حول التجنس وما قد يقتضيه من التزام بالولاء ونحو ذلك تعرضنا له مرارا من قبل فقط أنا في هذا المقام أوجز قرار مجمع فقاء الشريعة بعمل حول التجنس الذي يقول لا حراج في التجنس إذا اتخذ سبيلا لترتيب شؤون المقيمين خارج ديار الإسلام وتوطين دعوتهم وترسيم مؤسساتهم ما بقي صاحبه على ولائه لملته وأمته ووفائه بعهده مع الله ورسوله وآمنا على نفسه وآله من الفتنة في الدين إذا تحقت هذه المعاني الحمد لله يعني قضي الأمر ولا توجد مشكلة